عشان كده تعالوا نقرأ ونجاوب على أول سؤال وصلنا على صفحتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره السؤال هو لا بيقول أنا أرملة وعندي بنتين في التعليم في الجامعة وزوج المرحوم له أخ واحد زوجي كان موظف في الحكومة وقبل ما يتوقف بستة شهر تقريبا سحب من رصيده في البنك مبلغ مش كبير وأعطاني هذا المبلغ وقال لي ده للصرف على البيت ومصاريف البنات والعلاج أنا دلوقتي بسأل حضرتك هل ما تبقى من المبلغ الذي أعطاه لي للصرف على البيت وعلاجه حالة حياتي هل يعتبر مراس أعطي منه لأخوه الفلوس اللي ودهلك لو كانت هي تساوي الإنفاق على البيت والإنفاق على الأولاد يعني إيه؟ يعني دي تساوي المصروف بتاع البيت وتساوي مصروف الأولاد حتى بالحاجات اللي كانت بمفروض تتدفع في الوقت ده أو تتدفع في وقت معين خلاص يبقى دوة من مصروف البيت والإنفاق عليه ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا كان هو الدالك ده والفلوس دي على قد ده خلاص هي المصروف البيت طيب لا ده ما عملش كده ده الفلوس دي الدهالي عشان تفضل لوقت طويل لا اللي هيبقى فوق مصروف البيت ده هيبقى خلاص زال عنه ملك ملك حضرتك ويتوزع مراس ويكون لأخوه نصيب منه طيب إذا هو قال خذي الفلوس دي ليكي تاني قالك خذي الفلوس دي ليكي وخليها ليكي عشان تبقى داعمة ليكي وللأولاد إيه اللي حاصل؟ يبقى الفلوس دي هبى منه يبقى عندنا تلت أحوالهم الحالة الأولانية إنه قد دالك الفلوس دي قالك ده مصروف البيت فهناخد نشوف بقى المصروف ده على قد الشهر ده وعلى قد الفلوس دي وعلى قد الاحتياجات دي مصروفك أنت والأولاد واللي انتو محتاجينه يبقى عندنا نشوف قد ده دوت وما زاد عليه يكونوا ايه؟ يكونوا مراسة الحالة التانية الحالة التانية إنه يقولك خذي الفلوس دي ليكي وللأولاد ليكي وللأولاد فهوضلك الفلوس مش بغرض الصرف منه على من مصروف البيت لا لدالك الفلوس دي هتبقى هبة ويبقى الفلوس دي خلاص دي ليكي انتي انتي موضحتيش اللفظ اللي هو قالهولك ايه؟ انتي قلتي إنه هو ادالك الفلوس وقال لي ده للصرف على البيت ومصاريف البنات والعلاج أنا دلوقتي هنشوف هل الفلوس دي تساوي مصاريف البيت والأولاد والعلاج يبقى خلاص يبقى المبلغ ده كله هيروح لهذا المعنى طيب لو اني الفلوس فيها زيادة عن ده هتبقى الفلوس دي مراسة نعم موسيقى موسيقى